افتتح الأحد معرض دبي للطيران وسط توقعات محدودة حول طلبات الكبرى لشركات الطيران العالمية بعد تسجيل طلبات بمليارات الدولارات في النسخة الأخيرة من المعرض الذي ينظم مرة كل عامين ويقول المنظمون أن النسخة الأخيرة من المعرض سجلت رقم أعمال فاق 200 مليار دولار مع تسجيل طلبات لطائرات جديدة بعد ساعات على افتتاحه فاقت 162 مليار و 600 مليون دولار متفوقة بذلك على الرقم القياسي السابق البالغ 155 مليار والمسجل في العام 2007 وتشارك أكثر من 1100 شركة من أكثر من 60 دولة في المعرض الذي يقع في قلب صناعة الطيران العالمية بحسب المنظمين وتشمل قائمة العارضين عملاقي صناعة الطائرات شركتي أرباس وبوينغ التي تتنافسان على زيادة حصتهما في السوق المتنامية للطائرات في الخليج وباتت مطارات بعض الدول الخليجية مع نمو شركاتها محطة أساسية في الربط الجوي بين القارات ما دفع شركات أوروبية وأمريكية إلى اتهام هذه الشركات بأنها تستفيد من الدعم الحكومي سيaking أركض substitute الأنبراه 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 حسورية اشتركوا في القناة